هلو 10th grade and good morning today we are with module 2 unit 2 الوحدة الثانية grammar about modal verbs about modal verbs موضوع طبعا تم ذكره سابقا modal verbs of possibility اللي هي خصوصيا بتكون للاحتمالات بتكون للاحتمالات بعنا اربعة منهم رح ناخد اليوم must might can could must بداية must كلنا بنعرفها عاشر معناها يجب تعطي معنى الالتزام اذا انا بالتسم بشغلة معينة مثلا i must obey لو لازم اطيع القانون اذا هون يجب الزام اذا اشي الزامي اوكي you must listen to your parents لازم تسمع عالميا لا اهلك ملاحظ انه must obey you must listen اللي بيجي وراها هو الفرب verb based form شو بالنسبة للا might might معناها ربما يعني احتمالية فعل شيء او ممكن تيجي ايضا السماح للقيام بشيء ما او بفعل ما رح نعطي مثال على الجهتين اول اشي احتمالية فعل شيء بمعنى ربما you might go to the party هاي هاي سماح هاي سماح اوكي انا بسمح لك تروح على الحفلة اوكي جاي الفعل يمطر او تمطر اذا منلاحظ هون اعزائي انه اجا عندي الفرب base form that's complete tennis اوكي يستطيع انه يلعب عمر can help his friend in need عمر بقدر يساعد صاحبه اللي بيحاجر اذا منلاحظ وجود كان هون وهون وكان تستخدم بمعنى المقدرة على القيام بشيء ما منلاحظ انه بيجي وراها الفرب برضو infinitive or base form of the verb وحكينا معناها يستطيع انه could could تأتي في زمن الماضي استطاعة نقول المقدرة لكن في زمن ايش في زمن الماضي في زمن الماضي فنقول he could get the ball he could get the ball اذا هو بقدر يحصل على الكرة اوكي عمر could pass his test عمر ممكن او ايش يستطيع انه ايش انه يتخطى الامتحان تمام طبعا could انه نفهم شغلة انها ايضا اكثر تهذيبا من كان يعني انا اذا بدي اطلب طلب مثلا استخدام can او could هو بحاجة بحكي can you please hand me the pencil او could you please hand me the pencil استخدام كلمة could بتكون اكثر تهذيبا يا عاشر من كلمات can وهي تعتبر اضافة بالنسبة للكم لكن اخدتوها زمان طبعا عنا اخر اشي بطلع عنا ايضا المودلز ننتبه كلياتهم بيجي وراهم الفرب base form او infinitive verb طبعا واجبكم وحل صفحة 16 على كتاب الي students thanks for listening تيشاري حامل جمز اشتركوا في القناة